اشتركوا في القناة اقرأ في قنة ذيقار اعتقال ثمانية محتجين خلال تظاهرات طالبت بإقالة المحافظ أحمد الخفاج شفق نيوز جاء فيها تقرير أمريكي يتحدث عن هزيمة حزب العمال الكردساني في سنجار ونقرأ في الشرق الأوسط تدمير مسيارتين حثيتين مفخختين وطلقت نحو السعودية جاء في العرب الجديد طوارئ في أليس أبابا وتحذير أمريكي لجبهة تيغاراي من محاصرة العاصمة ونتصفح في عربي 21 فايزر مبيعات لقاح كورونا قد تبلغ 36 مليار دولار في 2021 ونطالع في بلومبرغ بوادر اتفاق جديد لتقاسم السلطة بالسودة أهلا بكم يتساءل الكاتب الشيخ لطيف السعيري في مقال بصحيفة الميثاق الوطني لماذا يصمت العالم أمام الإرهاب الإيراني الطائمي ويتساءل العراقيون والمتابعون والمهتمون بالشأن العراقي مع أحرار العالم أين العرب مما يجري في العراق أين جامعتهم العتيدة السؤال مجيه أين دول الخليج العربي ومجلس التعاون عما يدور على أرض العراق وهو الأقرب جغرافيا وبيئة ومجتمعا وعرقا إلى دول الخليج وأنتم تعلمون جديدا أن إيران تحقيد على العرب والمسلمين كذلك ولا يمكن أن تنسى دعم الدول العربية العراق في الحرب العراقية الإيرانية لمدة ثماني سنوات وعلى رأسهم دول الخليج العربي ولا سيما وأن إيران اليوم مسلحة بدعم دولي واسع وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار لماذا يصمت العالم أمام الإرهاب الإيراني الطائفي وأين منظمة المؤتمر الإسلامي من المذابح البشع والانتهاكات المستمرة ضد الشعب العراقي التي ترتكبها إيران وميليشياتها ومراجعها وأدواتها في العراق وأين الأمم المتحدة ومجلس أمنها أين دعاة حقوق الإنسان ومنظماتهم الدولية أين الضمير العالمي الذي كان يتباكى على بطة احترقت في النفط المتدفق في مياه الخليج العربي قبل عاصفة الصحراء التي قادها بوشي الأب عام 1991 واليوم في حكم الغزاة الأمريكان للعراق يقتل آلاف المدنيين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال العزل وتسرق مدخراتهم وتنهب الممتلكات والحيوانات والمواشي بحماية الغزاة الذين يدعون حقوق الإنسان سؤال مهم وضروري للأمم المتحدة والغزاة الأمريكيين والدول المتقدمة التي تدعي حماية حقوق الإنسان وتتباكى على المرأة والطفل أي الجرائم أكبر؟ الاعتداء الإرهابي بكل المقاييس الشرعية والدولية على رئيس دولة مستقلة حاكم المعتدين عليه؟ أم جريمة هجوم ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي على قرى نهر الإمام في محافظة ديالا وهي نفس الحالة التي حكمت عليها القيادة في العراق كما تزعمون في محكمتكم السورية جرائمهم مصورة ويقول الكاتب وأرهابهم واضح بدعم من جيوش الغزاة الأمريكان والصهاينة واستخباراتهم والشركاتهم الأمنية وليعلم المنخارطون في صفوف الميليشيات أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولكل فعل ردة فعل والبادي أظلم ودائما نقول فلتنسحب جيوش الغزاة ولنرى أين ستكون إيران وميليشياتها الإرهابية يضيف الكاتب الخزي والعار للغزاة وعلى رأسهم أمريكا الشيطان الذين سلموا العراق إلى إيران الطائفية على طبق من ذهب وعن حقد وسبق إسراء نبقى وإياكم مع صحيفة الميثاق حيث تقول الكاتبة دكتورة فاطمة العاني بدأك التكهنات تظهر باحتمال فوز من؟ من يا ترى؟ سيفوز بمنصب رئاسة وزراء العراق وتتسابق الوجوه الممنلة على شاشات وصفحات الفضائيات ومواقع الإنترنت لكي تثبت بكافة الوسائل الممكن أن مرشحا بعينه سيفوز بهذا المنصب بناء على سلسلة من الأسباب ويظهر علينا البعض لكي يبرهن مثلا أن عودة نور المالكي حتمية إلى هذا المنصب وهو الوجه الأكثر طلبا على وجهة شاشة عرض العملية السياسية ليلعب دور رئيس الوزراء مرة أخرى تتسرب الفيديوهات والدعايات حتى وصلت إلى أن أحدهم وصفه بأنه أساس البيت الشعي وأحد أعمدته المالك المعروف بأنه أول من مول الميليشيات من أموال الدولة حتى قبل فتوى تشكيل ميليشي الحشد الشعبي وقد اعترف بذلك علنا حتى يذكر الميليشيات بأفضاله عليهم كما أنه أوضح مثالا لطائفية التي يقدمها على وطنيته وكان أكبر إنجازاته هو السماح لدخول داعش للعراق إلى المناطق التي عارضت سياساته لكي يدمرها بذريعة مكافحة الإرهاب فهو لا يسمح لأي كان أن يعارضه لكن قبل أن ننسى فإن المالك كان يمتلك سجونا سرية أحدها في المنطقة الخضراء فكانت هذه الفضيحة كفيلة بأن تجعل عودة المالكي لهذا المنصب مستحيلة فالسجون السرية أثرت على سمعة المالك العالمية فقط وأبعدت عنه حلفاء دوليين ساعدوه بالوصول إلى السلطة فاطمة العاني تقول خوف الناس من وصول بعض الفاسدين سوف تدفعهم إلى تقبل أي مرشح فاسد آخر كان على طريقة المثل العراقي القائل الذي يرى الموت يرضى بالسخونة وهي طريقة تمهد الطريقة واسعا لفساد آخر ولفاسد آخر في حصول على المنصب وملئ جيبه الفارغ وتقاسم الغنائم مع باقي الفاسدين الذين كانوا يفتعلون معارك لسانية للوصول إلى مآربهم فماذا تكون نتيجة الانتخابات؟ ما هي إلا وسيلة لملئ جيوب الفاسدين بخيرات العراق نطالع في القدس العربي وجاء مقال للكاتب مثنى عبد الله قال فيه من هو الحاكم الفعلي في العراق بغض النظر عن أن القرار العراقي باتت صناعته حكرا لطهران وواشنطن منذ عام 2003 وحتى اليوم لكن المسألة التعامل مع الهويات الفرعية والعلاقة بين أبناء الشعب الواحد تركت بيد ثلاثة عناصر تماما يتسيدون المشهد الداخلي وهم سياسي طائفي فاسد وخائل رجل ديل باع قيم السماء وأعلن الولاء للسلطة وزعيم قبلي تخلى عن منظومة الأخلاق العشائرية وبات يستثمر في النزاعات من أجل المال وكسب رضا لميليشيات ولو أمعنا النظر جيدا في الحوادث الطائفية التي حصلت الأسبوع الماضي الثلاثاء في السادس وعشرين من أكتوبر تشرين الأول المنصرب في محافظة ديالة العراقية لوجدنا أن العناصر المذكورة كانت هي صانع الحدث إن التحالف الذي بات يحكم المجتمع ويرتب العلاقات فيه والمتكون من السياسي الطائفي ورجل الدين الدجال والزعيم القبلي المنافق حاولوا إنشاء منظومة علاقات اجتماعية قائمة على أساس تقسيم المجتمع إلى معسكرين معسكر يزيد ومعسكر الحسين واختص أتبع مذهب معين بأنهم من أتباع يزيد والآخر من أتباع الحسين وبالتالي حاولوا تثبيت معادلة قائمة على أن كل من يقتل من هذا الطرف يتحمل دمه الطرف الآخر بغض النظر عن من قام بالفعل وبما أنهم رسخوا في أذهان بعض العامة أن تنظيم الدولة محسوب على مذهب معين فإن من حقهم الانتقام من طرف مجتمعي محدد حتى إن كان هذا الطرف بريئا وليست له علاقة بالتنظيم بمعنى أن هذا التحالف الثلاثي يريد إظهار أن سلم وأمن الطائفة مرتبط ارتباطا جذريا بهم والهدف من وراء ذلك هو استمرارية مصالح هؤلاء الثلاثة فالسلم والأمن للمجتمع ككل ليس في أجنداتهم وليسوا معنيين به إطلاقا كما أنهم لا يؤمنون إطلاقا بالدولة ويثقفون أبنائهم من منتسب القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بأنهم قوات للميليشيا وللطائفة وللمذهب وللقبيلة يقينا بعد كل هذه الجريمة المكتملة الأركان التي حدث تمام عين القوى الصلبة للدولة التي ينبغي أن يكون دورها هو حماية حقوق المواطنين والدفاع عنهم سيكون من السذاجة جدا بمكان السؤال عن دور الدولة ودور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الذي يوصف وواجبه على أنه حماية للدستور ففي الدول الحقيقية وليست الدول الفاشلة يكون مكان رئيس الوزراء في وسط السلطة السياسية ودوره هو مسك كل خيوط اللعبة السياسية بيده وبيديه تحديدا لحفظ التوازن وحماية المواطنين أما في العراق فمنذ عام 2005 وحتى اليوم بات مكان رئيس الوزراء على الجانب وليس في المركز يقول الكاتب حاتم الفلاحي إن العملية السياسية في العراق تحكمها إيران ويبدو بأننا وصلنا بالسلاح الميليشيات إلى المرحلة الأصعب والأكثر تعقيدا في جميع الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق منذ احتلاله عام 2003 وإلى انتخابات أكتوبر عام 2021 وهي مرحلة تشكيل الحكومة الأمر الذي يجعلنا أمام تفسيرات متعددة حول ما هي الكتلة الأخضر التي ستشكل الحكومة القادمة رغم المشاركة المتدنية فيها والتي تجعل من شرعية هذه الحكومة غير مكتملة علما بأن قانون الانتخابات قد حسم الكتلة التي ستشكل الحكومة حسب قانون الانتخابات الجديد الذي أقر من قبل البرلمان العراقي قبل الانتخابات الأخيرة مما يجعلنا أمام وضع سياسي مرتبك إن التلويح باستخدام القوة ورفض نتائج الانتخابات تأتي لتحسين شروط التفاوض حول تشكيل الحكومة القادمة خصوصا بعد تأييد مجلس سلام لنتائج الانتخابات العراقية والتي أشهد بنزاهتها قياسا بما سبقها من انتخابات وتغاضى عن النسبة الحقيقية حول المشاركة فيها بعد أن عزف الشعب العراقي بنسبة تصل إلى أكثر من 80% لذا فهم يحاولون التلويح بجر البلاد إلى الفوضى والزعزعة الأمن والاستقرار بما يخدم أهداف ومصالح هذه الميليشيات في هذه المرحلة التي قد تكون مختلفة عما سبقها لذا فهم يريدون الآن الضغط على مفوضية الانتخابات للحصول على عدد آخر من المقاعد لترضيتهم والقبول بالنتائج النهائية التي ستعلنها مفوضية الانتخابات كما أنهم يحاولون الحصول على تعهدات بالمحافظة على نفوذهم ومكاسبهم وسطوتهم وهيمنتهم خاصة الحشد الشعبي الولائي في الفترة القادمة على أن تكون لهم مشاركة فاعلة في تشكيل الحكومة والحصول على المكاسب التي تساعد على تثبيت نفوذهم وهذا يستوجب تفاهمات محددة حول نقاط مهمة تريدها هذه القيادات ومن بعدها إيران لضمان عدم المساس بمصالحهم والمحافظة عليها في الختام يقول الكاتب بأن جميع الخيارات مطروحة ومفتوحة في تشكيل الحكومة طالما بقيت تدخل الخارجي سيد الموقف لكن الثابتة عن دياه وإنه الوضع العراقي سيبقى مرتبكا سياسيا واقتصاديا وأمنيا طالما بقيت مراكز القوى تحتفظ بسلاحها ونفوذها وتبعيتها للخارج وتعمل خارج السيطرة الحكومية وفوق القانون مهما كانت الحكومة التي ستشكل إذا لن يتغير شيء فيما يخص الانقسام الداخلي والنفس الطائفية في إدارة الدولة جاء في عربي 21 عن القدس ومواجهة العدوان على المقابر كتب نزار السهلي يقول لم تترك المؤسسة الصهيونية شيئا يتعلق بمدينة القدس إلا واستهدفته بسياسة العدوان الممنهج بهدف تهويد المدينة واقتلاع كل أثر يشير لأصحاب الأرض في فلسطين التاريخية يخوض المقدسيون مواجهة عدوان المؤسسة الصهيونية على مقابر المدينة مواجهة ليست جديدة خصوصا فيما يتعلق بتجريف المقابر الإسلامية والعربية بما يتلاءم أهداف الاحتلال المعروفة في خلق أوضاع تكون فيها السيطرة المطلقة للوجود اليهودي في المدينة كل هذه المقابر تعرضت للاعتداء والنبش وتغيير المعالم والمصادرة والعدوان على المقبرة اليوسفية سبقه عدوان على مقبرة مأمن الله أقدم مقابر القدس والتي تشير إلى الخليفة عمر بن الخطاب في بنائها وتضم رفاة صحابة وتابعين وعلماء من القدس والعالم العربي جريفة المقبرة لصالح حديقة توراتية تحت اسم الاستقلال ومتحف التسامح الذي ينتهك بالأصل حرمة الأموات بقية المقابر المصادرة تحت ذراء عواهية لمشاريع التهويد كانت لنفس الغرض الهادف لقطع وتجريف كلما يدل على أصحاب الأرض الفلسطينيين في وجودهم وتاريخهم في القدس يقول النزار القدس لها حيز واسع وبعد تاريخي في برامج المؤسسة الصيونية القائمة على النفخ بالأساطير التلمودية لتزوير الوقائع على الأرض والحقائق وفي باطنها للنبش من أي أثر يدعم تلك المزاعم والحقائق فبعد سياسة الاستقلال كما تعلمون والتمدد اليهودي الديمغرافي لحصار الأحياء العربية المسلمة والمسيحية في المدينة ومحاولات العبرنة والتهويد والتشويه لتاريخها يخوض المقدسيون مواجهة عدوان المؤسسة الصيونية على مقابر المدينة مواجهة ليست جديدة وليست سهلة خصوصا بما يتعلق بتجريف المقابر الإسلامية والعربية بما يتلاؤم وأهداف الاحتلال المعروفة في خلق أوضاع تكون فيها السيطرة المطلقة للوجود اليهودي في المدينة بلومبرغ عنوانت بوادر اتفاق جديد لتقاسم السلطة في السوداء أشرت بكات بلومبرغ الأمريكية إلى ما قالت إنها بوادر لتوصل جيش والسياسيين في السوداء إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة في ظل ضغوط دولية متصاعدة على العسكريين للعودة إلى ما قبل انقلاب تشرين الأول أكتوبر الماضي ونقلت الوكالة في تقرير عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله إن المفاوضات التي حدثت مؤخرا هناك تبين أن زعيم الانقلاب عبد الفتاح البرهان هو الذي تسيد الساحة على الرغم من أحراز تقدم بحسب المصدر الذي لم تكشف عنه بلومبرغ فإن الاختلافات الرئيسية بين الطرفين لتزال قائمة ونتيجة المفاوضات غير مضمونة وقال عماد عدوي رئيس أركان الجيش السوداني السابق من القاهرة أعتقد أنهم سيتوصلون إلى نتيجة في القريب العاجل هناك العديد من الوسطى بما في ذلك الجهات الفاعلة السودانية وجنوب السودان ودول الإفريقية والأمم المتحدة وكانت الإدانة العالمية للانقلاب سريعة مع قيم الولايات المتحدة والبنك الدولي لقطع المساعدات للضغط على الجيش للإفراج عن حمدوك وزملائه المحتجزين وقال ديبلوماسيون أن البرهان يرى في إشراك حمدوك الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية بالإدارة الجديدة مفتاحا لكسب المصداقية أمام المجتمع الدولي لسيام الولايات المتحدة وبحسب مصادر بلومبرغ فإن أحد الاقتراحات قيد المناقشة تتضمن منح حمدوك سلطات أكبر ولكن مع حكومة جديدة أكثر قبولا لدى الجيش أعلنت شركة فيزر الأمريكية الثلاثان مبيعات لقاحها لفيروس كورونا المستجد قد تصل إلى 36 مليار دولار خلال العام الجاري ويزيد ذلك بنسبة 7.5% مقارنة بتوقعات سابقة للشركة وذلك على إثر انتعاش مبيعات اللقاح وقالت الشركة في بيان إن المبيعات المتوقعة تخلال العام الحالي تعكس توريد 2.3 مليار جرعة من لقاح كورونا سيكتمل تسليمها بنهاية العام وذكرت الشركة أن 75% من عائداتها المسجلة في الربع الثالث من العام الحالي تأتي من خارج الولايات المتحدة متابع ممتع مع الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى اللقاء